كثيراً ما نفت طهران تقديمها أي مساعدات عسكرية لميليشيا الحوثي في اليمن زعمة أنها تقدم فقط بعض المشورة لحلفائها غير أن ذلك النفي ما لبث أن تحول إلى إثبات في تصريحات الناطق باسم الجيش الإيراني العميد أبو الفضل شكارجي شكارجي أقر في تصريحاته بأن طهران نقلت لميليشيا الحوثي تجاربها التكنولوجية في المجال الدفاعي زعماً أن الحوثيين يقومون بتصنيع الأسلحة بأنفسهم إذ أنهم الآن يصنعون الصواريخ والطائرات المسيرة وأنه لا حاجة لإرسال السلاح لهم الآن بحسب زعمه زعم يكذبه ما جرى قبل أيام إذ اعتقل الجيش اليمني خلية حوثية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني كانت تهرب الأسلحة إلى موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى عبر بحر عمان وصولاً إلى محافظة المهرة شرقي اليمن وبعيداً عن صحة ما صرح به الشكارجي أو خطأه فإن إيران دابت على التفاخر والتباهي بامتداد ميليشياتها في أنحاء المنطقة حتى أن بعض مسؤوليها تفاخروا بأن طهران تسيطر على أربع عواصم عربية فيما بدى استعراض واضح للقوة وإنخل من الذكاء السياسي بحسب محللين فالدور الإيراني في إثارة الفتن والصراعات المذهبية في المنطقة أصبح لا يحتاج إلى دليل ولعل الواقع السياسي والأمنية في كل من العراق وسوريا ولبنان يغني الباحث عن الدليل في هذا الشأن بل إن الميليشيات الموالية لطهران باتت متورطة بتنفيذ عمليات إرهابية في آسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية بحسب أحكام قضائية صدرت ضد عناصرها في دول مختلفة كل ذلك يلقي بالمسؤولية بحسب محللين على المجتمع الدولي لكبح جماح النظام الإيراني وإجباره على احترام سيادة الدول والتراجع عن سياساته التوسعية التي أشعلت الحروب والصراعات في أكثر من بلد من بلدان الشرق الأوسط